سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن السنة النبوية هي وحي من الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قد نبه على ذلك في أحاديث كثيرة والله عز وجل في كتابه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وجاء في الحديث عن المقداد ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته فيحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحلتناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فمعروف عند المسلم أن السنة النبوية النبوية وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيجب أن يعظم السنة وأن يلتزم بها وأن يعرف قدرها ولا يجوز إنكارها ولا يجوز إنكارها هذا أمر بديهي عند جميع المسلمين وأمر مذكور في القرآن في كثير من الآيات فالعمل بالقرآن أصلا يتعذر بدون السنة إن مثلا في كثير من الآيات في القرآن هي مجملة وجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام موضح لها مفسر لها مثلا نحن نقرأ أمر الله عز وجل وأقيم الصلاة وآت الزكاة طيب كيف تصلي كيف تزكي ما هي أوقات الصلاة ما هي أركان الصلاة واجبات الصلاة الزكاة كم مقدارها وكيف نخرجها وهكذا مثلا الآن نحن في أيام مباركة نحتاج إلى معرفة كثير من الأحكام الأضاحي والعيد وهذه الأيام المباركة العشر الأولى من ذي الحجة ماذا نعمل فيها فأنت تحتاج إلى السنة فيقولون العلماء يقولون العمل بالقرآن متعذر بدون السنة فكيف يأتي رجل ويقول عليكم بكتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه لا يكون ذلك هذا غير عقل أصلا لا يدخل في عقل إنسان سوي فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لك هنا أن الذي يقول ذلك هو صاحب هوى وحتى يذكر أنه صاحب نعمة إنه متنعم ومطرف شوفوا الجملة ماذا يقول فيها أن يقعد الرجل متكئا على أريكته أنه مرتاح يقول بيننا وبينكم كتاب الله بمعنى أنه لا يتكلف البحث لا يتكلف طلب العلم وعنده هوى يقولها هكذا وربما يؤثر على بعض الجهال من المسلمين فيقول متكئ على أريكته الأريكة إنه السرير أو الكرسي أو الفراش متكئ مرتاح يقول بيننا وبينكم كتاب الله فإذن نتعلم من هذا الحديث أولا تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة خدرها والالتزام بها ووجوب الالتزام بها ولا يجوز إنكارها وثانيا السنة وحي من الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فالقرآن وحي لكن القرآن الكريم وحي من الله نتعبد بتلواته ونعمل به السنة لا يتعبد بتلواتها الفرق بين السنة والقرآن أنه أن السنة لا يتعبد بتلوتها لكن نعمل بها نعمل بالسنة النبوية الصحيحة وأيضا نتعلم من الحديث في الحديث إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يقع في عهده ولا في عهد صاحبته ولكن وقع فيما بعد فهو من دلائل النبوة يأتي أناس تأتي طوائف يقولون عليكم بكتاب الله وينكرون السنة وهذا الأمر موجود اليوم وقد وجد منذ زمن طويل فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك